قبل ما تسافر لأي بلد لازم تعرف عنها شوية معلومات اليوم رح نتكلم عن قطر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا محمد ناصر أبو يوسف وهاي قناتي متكلمة ممرد منكلمكم من قطر نتحدث عن التمريد مهنة العظماء فإذا عجبك العنوان خليك معي للآخر عشان أفهمك شو القصة قطر دولة عربية خليجية تقع في غرب الخليجي العربي عاصمتها الدوحة المساحة 11500 كم مربع يعني أنت كأردني مساحة محافظة العاصمة والزرقة عدد السكان في قطر ثلاث مليون الثلاث مليون منهم 2700 ألف مختربين و300 ألف فقط قطريين قطر تشبه الإمارات في شغلة واحدة إنه 11% بس مواطنين والباقي مختربين من دول خارج قطر هذول المختربين بنقسمه إلى 42% عرب و47% أسيويين من الهند والفلبين ونيبال وبنجلاديش وباكستان أفغانستان وغيرها العملة الريال القطري وكل ريال بنقسم إلى 100 درهم قطري يعني الدرهم عندهم زي الجرش عندنا الريال القطري تقريبا 20 جرش أو بالضبط 19.3 يعني الدينار الأردني 5 ريال وربع عشان هيك الأردني مش مبسوط كل الموجودين في الدوحة بضرب في 3 في 4 في 5 في 10 في 100 إلا الأردني بقسم على 5 التوجيط في قطر نفس توجيط الأردن الصيفي يعني بالصيف عمان والدوحة نفس التوجيط بالشتاء في فرق ساعة قطر خامس أغنى دولة عالميا وأغنى دولة عربيا وأغنى دولة خليجيا وأعلى دولة بالنسبة لمتوسط دخل الفرق بسبب ارتفاع الدخل تبع الدولة وقلة عدد السكان في نفس الوقت قطر تقسم إلى 8 بلديات الدوحة اللي هي العاصمة الوكرة اللي أنا زاكن فيها الريال في الوسط الخور في الشمال أم صلال في الشمال الشمال في الشمال الشحانية والضعاين هذه المحافظات الثمانية تقسم إلى 98 منطقة هذا أمر مهم بالنسبة للرسائل بالنسبة للاتصالات بالنسبة للطرود إذا بدك تشتري إشي أونلاين سهل جدا جدا أنه يعرفه عنوان بيتك راح تلاقي مربع زي هذا على باب كل بيت محطوك فيه ثلاث أرقام مثلا إنت ساكن في قطر في مكان معين راح تلاقي ثلاث أرقام على اللوحة الرقم الأول رقم المنطقة بدل اسمها والرقم الثاني رقم الشارع بدل اسمه والرقم الثالث اللو هو رقم البيت فكل منطقة إلها اسم ورقم وكل شارع إله اسم ورقم فبدل ما تقول لواحد أنا ساكن مثلا في الدوحة منطقة بن عمران شارع أحمد بن علي راح تقول له أنا ساكن في الدوحة منطقة 51 شارع 17 راح يعرف لحاله وين أنت ويحط على الخريطة يضلوا وين أنت أكثر سكان قطر هنود تقريبا ربع سكان قطر هنود حوالي 800 ألف بعديهم بيجي النيباليين 400 ألف بعديهم بيجي البنغال 300 ألف في البنين 300 ألف المصريين 200 ألف السريلانكيين 160 ألف ثم الباكستانيين 130 ألف والعلمة كقطر فيها 140 جنسية أنا شفت أمريكان هون شفت بريطانيين شفت أستراليين شفت ماليزيين من اندونيسيا ناس من أذربيجيا من أزباكستان من بلجيكا من هولندا من الإكوادور من البرازيل فيش بلد في الدين بتخطر عبالك إلا موجود منها ناس هون إذا بتسأل عن المعاملة الشعب القطري صراحة للأمانة شعب راقي متعلم أغلبية مع شهادات عليا من أجمل الشعوب الخليجية الممكن تتعامل معها البلد نظيفة منظمة الشوارع كلها تقريبا مبنية جديد سفلة جديد ومرصوفة جديد قبل كأس العالم تم تعديل وتنظيف البلد وتغيير كثير من الشوارع والتقاطعات والترتيبات وصارت أجمل بكثير صار فيه جسور وأنفاق شبكة مترو رائعة جدا ورخيصة جدا انت بتروح أي مشوار من أول بلد لآخرها بثنين ريال يعني تسعة وثلاثين جرش أردني كل إش بالتلفون انت بتقدر تدفع فطورة الكهرباء بالتلفون المي بالتلفون على فكرة هم شركة واحدة اسمها كهرماء الكهرباء والماء شركة واحدة اسمها كهرماء بتدفع الفطورة بالتلفون فترت التلفون بالتلفون فترت النت بالتلفون أي إش بالدنيا بتعمله بالتلفون وانت قاعد مكانك بتقدم طلب تشديد هوية تشديد إقامة تشديد جوائق كله بالتلفون وثاني يوم توصلك الهوية أو الشغل اللي طلبتها بالبريد لباب البيت في كثير أماكن جميلة في قطر إذا بدكم بنزورها واحد واحد نعملكو عن كل واحد فيديو في حدائق في متنزهات في مولات ضخمة جدا في أماكن للترفيه في أماكن للسهر في أماكن للعب الأطفال لو سألت أي إنسان بيجي لقطر شو أول إشي بلفت نظرك أول ما تنزل من الطيارة رح يقول لك الفخامة كل إشي كبير كل المباني عالية كل المولات فخمة كل الأماكن السياحية والمتنزهات والمتاحف رائعة جدا ما فيش حبة رمل على الأرض ما فيش ضرة غبارة على البلاط وكل إشي يدل على الغناء والرقي والتطور والجمال وإنه الناس هاي مهتمة في بلدها وحب إنها تطلحها بأحسن صورة أنا حضرت مباريات في استادات كنت أشم ريحة البخور تخيل مغرقين استاد كامل بريحة البخور بالعود فلا يمكن تزور أي مكان في قطر إلا وتطلع ببسوط لو بتكون نعمل فيديوهات ثانية عن خطر بالتفصيل نزور كل مكان زيارة لحال نعمل عنه فيديو منفصل ما عنده مشكلة لو عجبك الفيديو لايك للفيديو لو عجبتك القناة اشترك بالقناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك جديدنا أول بول والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة